دحكت على الجمهور وطلعت متجوزاه وطلع أصغر منها بسنتين واتجوزته عشان بيدحكها وعيشة مبسوطة معاه فيترأي حكاية جواز نادا الكامل وتعرفه على بعض الزي كعادة نادا الكامل طليقة الفنان أحمد الفشاوي بتحب من وقت للتاني تشارك المتابعين أخبارها فمن وقت انفصلها عن الفنان أحمد الفشاوي وهي متفاعلة مع الجمهور على إنستجرام وطبعا مؤخرا بعد ما أعلنت عن ارتبطها بفنان جاب بقى في أسئلة كتير من الجمهور ليه نادا عايزين يعرفوا إجابتها لكن نادا فجأتهم إنها مش بس ارتبطت لأ دول كمان تجوزوا وقالت لهم عن سبب جوازهم من بعض فيترأ إيه الحكاية الموضوع بدأ بتفاعل نادا مع المتابعين من خلال طرحها خاصية توجيه الأسئلة من المتابعين على إنستجرام فكتبت لها متابعة مش قلتي مش ممكن تحبي حد أصغر منك مع إن اللي حبتي أصغر منك بعشر السنين فردت نادا عليها وقالت لها ربنا لما بيبعث النصيب والستر والجواز والحب ما بنقولش قلنا وما قلناش نصيبي وأحلى نصيب وهو مش أصغر مني بعشر سنين الفرق ما بيننا سنتين فطلعت نادا متجوزة من شهر وهو كمان أصغر منها بسنتين بس كمان نادا أكتر حاجة جذبتها فيه هي حنيته واحترامه وقالت في كلامها للمتابعين كل حاجة فيه والله جميلة حنيته واحترامه لنفسه وحبه لعيلته ولية ما خليني هادية ومرتاحة ومتطمنة ودايما بيدحكني ودمه خفيف واستغرب المتابعين تصريحات نادا وحسوا إنها بتقلدي ياسمين صبري في تصريحاتها السابقة عن أبو هشيمة وبدأ أعلان نادا عن الموضوع بعد صور نشرتها على حسابها على إنستجرام وظهرت فيها مع شاب صغير وهي بتحضنه بتبوسه بيسفره ويقضوا وقت مع بعض والسعادة والفرح بين علامة لمحهم وأعلنت نادا عن ارتبطهم ببعض وعلقت على الصور وقالت اخترت أكون سعيدة وكمان نشرت لي فيديو وهو بيبتسم وهم عظيم مع بعض حبيب نادا الكامل الجديد ممثل شاب باسمه أحمد خالد لكنه لسه في بداية مشغوله الفني وبياخد أدوار سنوية لأنه رغم إنه نشرت صور كتير ليه مع فنانين لكنه مش مشارك في أعمال فنية كتير وشارك في حاجات قليلة جدا زي مشاركته في فيلم مستر أكس مع أحمد فامي وكمان مع الجنسية السويسرين واعتبر المتابعين إن الفنان الشاب أحمد خالد عمل اللي أحمد الفشاوي وعمر كمال مقدروش يعملوه لأنهم فشلوا يحتوي نادا الكامل فاستمر جوازها من الفنان أحمد الفشاوي لكنهم انفصلوا عن بعض من غير ما يقول حد فيهم سبب الانفصال وكتبت نادا الكامل وقتها عن انفصلهم من أمرأة ألبهت هلك وانطفى عايزة أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفشاوي ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة ورحت البال لقد كنت خير صديق وطابة لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا سأفتقدك كصديق كثيرا أرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتنا عشت معيك أربع سنين واعتقد أني كنت نعمة زوجة ونعمة سند وديتك وأعطيتك كل ما أملك من حب وتضحية عشان ترتاح ودلوقتي أعتقد أنك سعيد من غيري ومش تعيس واتمنى لنفسي أني أنا كمان أكون سعيدة وبعد انفصلها عن أحمد الفشاوي بفترة بدأت تظهر مع مطرب المهربانات عمر كمال وطلع عليهم إشعاعات أنهم مرتبطين لكن نفت الإشعاعات دي وأكدت أنها مش مرتبطة بيه وظهر أن نادا وقتها انجزبت للمواثر الشاب أحمد خالد وحلية متجوزين وعيشة سعيدة فيترى نادا هتلاقي السعيدة اللي بتدور عليها